الحملة التوعوية حول الثنائية اللغوية التي نظمتها وزارة التربية والترقية المواطنة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والتي شملت ثمانية من الأقاليم أنهت هذه الحملة عملها اليوم في مناسبة جرت ببلدية الدائرة الأولى بحضور منذوب الحكومة لدى بلدية مدينة أنجمينة دكوية عقوبة والأمين العام لوزارة التربية الوطنية سعيد أحمد حسن الحملة التوعوية حول الثنائية اللغوية التي أطلقت بمدينة كمرى حاضرة إقليم مندول مؤخرا وطافت مدنا أخرى كثيرة شمال البلاد وشرقها وغربها ليأتي الدور على الدائرة الأولى بالعاصمة أنجمينة التي اخترت لاختتامها كجولة وإطلاقها كحملة من ناحية أخرى لتشمل أنجمينة وضواحيها عمدة الدائرة الأولى محمد إبراهيم صيام أعرب عن سعادته باختيار دائرته لإقامة هذه الأنشطة مؤكدا دعمه التام للحملة والتي وصفها بالهادفة وقد أعطى المندوب الإقليمي لمدينة جمينة الأستاذ دونغوس أبراي عرضا للخارطة التربوية بالعاصمة أن عدد المؤسسات وصل 1015 مؤسسة تعليمية القليل منها فقط مزدوجة وعليه فلابد من زيادة المؤسسات وترسيخ الثنائية اللغوية فيها أما رئيس الفيدرالية الشادية لأولياء أمور التلاميذ بميمة مدوبكر ركز في كلمته على ضرورة الترويج لفكرة الثنائية اللغوية التي من شأنها الرقي بالبلاد بجميع جوانبه ولم يذهب المدير العام للثنائية اللغوية بعيدا برأيه إلا أنه أضاف جانبا آخر من الأهداف المرجوة من تطبيق الثنائية اللغوية الثنائية اللغوية هي إرادة شعبية ونية سياسية مرات الرئيس بدور أبناها نجادة يتعلم اللغوات يكونوا صالحين في وطنهم وفي دول الآخرة ومن جانبه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ديهولي رولا قال أن الثنائية اللغوية كانت في صادرات التوصيات والقرارات المنبثقة عن المؤتمر الوطني المستقل الذي عقد في العام 1993 لحيكالة مؤسسات الدولة وتم اعتمادها خلال الاستفتاء الذي أجري عام 1996 كما أن برنامج الثنائية اللغوية يعد من أولويات رئيس الجمهورية فخامت إدريس ديبي إتنو وأشاد بالدعم السخي الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية لصالح القطاع التربوي وقد أكد المنسق العام للبنك الإسلامي للتنمية صالح يوسف عبد المنان مواصلة دعم البنك حتى بلوغ المنى أما الكلمة الخاتمة كانت من نصيب مندوب الحكومة لدى بلدية جمنة نتعدد اللغات وإتقانها بالشكل المطلوب يعتبر ثقلا لوزن متعددي اللغة إلى جانب تنوع الثقافات ونعيد إلى الأذهان أنه لا علاقة للغة بالدين بل إنها تعتبر صفحة يفهم من خلالها كل ما يمله علينا الآخر